لماذا تراجع تصنيف عائلة آل سعود عالمياً كأغنى عائلتين في العالم؟ معكم أنا نور الصباح أهلاً بكم نشرت وكالة بلنبرغ مؤخراً تصنيفاً لأغنى 25 عائلتان على مستوى العالم في عام 2021 ويضم التصنيف عائلة عربية واحدة وهي آل سعود العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية ووفقاً لتقرير بلنبرغ فقد جاءت عائلة آل سعود في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف 2021 بثروة تقدر بنحو 100 مليار دولار وعلى الرغم من أن إجمالية ثروة آل سعود نمى بحوالي 5 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي إلا أن ترتيب عائلة آل سعود في التصنيف تراجع إلى المرتبة الخامسة وكانت عائلة آل سعود قد جاءت في المرتبة الرابعة ضمن تصنيف العام 2020 حينها قدرت ثروة العائلة السعودية بنحو 95 مليار دولار وفيما يلي ترتيب أغنى خمس عائلات ضمن تصنيف 2021 عائلة والتون الأمريكية تملك سلسلة متاجر والمارت في الولايات المتحدة والتي تعد الأكبر في العالم وتقدر ثروة العائلة بـ 238 مليار ومئتي مليون دولار وعائلة مارس الأمريكية العائلة المالكة للعلامة التجارية الشهيرة مارس وتقدر ثروة العائلة بـ 141 مليار و900 مليون دولار عائلة كوتش الأمريكية تبلغ ثروة العائلة حوالي 124 مليار و400 مليون دولار عائلة هارمس تختص العائلة بتجارة البضائع الفاخرة وتبلغ ثروة العائلة 111 مليار و600 مليون دولار وفي العام الماضي نشر موقع Global Village Space الإخباري تقريرا يقول إن إجمالية ثروة آل سعود يبلغ قدرها تريليون دولار فصل أربعة ما يجعلها أغنى عائلة في العالم وأغنى 16 مرة من الملكية البريطانية وأكد الموقع العالمي أن هذه الثروة الهائلة رفعت آل سعود لأغنى العائلات بين جميع الملوك وكذلك أغنى عائلة في العالم وتتوزع الثروة المالية السابقة على 15 ألف فرد من أفراد العائلة المالكة التي تستمد ثروتها من احتياطيات النفط الضخمة التي تأسست قبل 75 عاما وتشتهر عائلة آل سعود باستخدام الأثاث المصنوع من الذهب من امتلاك طائرات خاصة إلى القصور واليخوت حتى الأنسجة المطلية بالذهب في قصورهم وغالبا ما تتم استضافة كبار الشخصيات والسياسيين الأجانب في قصر اليمامة المترامية الأطراف في العاصمة السعودية الرياض وهو المقر الرسمي للعاهل السعودي الحليل ملك سلمان بن عبد العزيز وبمثابة مقر للديوان الملكية وسبق وأن رصد في قصر أرجب العاصمة الرياض سلاسل ذهبية وموزعة كلينكس المطلية بالذهب تحتوي هذه الأماكن على تصميمات داخلية جذابة نادرا ما يراها عامة السعوديين وتمتلك العديد من المساكن الفخمة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سويسرا ولندن وفرنسا والمغرب وهذا بخلاف القصرين المذكورين أعلى في الرياض شيد آل سعود عدة قصور في جميع أنحاء المملكة مع تصميم داخلي وأثاث مميز وعلى سبيل المثال للحاصر قصر الدولة الملكي في جدة قصر العوجة بالرياض وكلاهما قيدة لاستخدام المباشر للملك سلمان بن عبد العزيز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة